سالفت اشتراط الكفيل الحكومي وحتى الكفيل الحكومي الظهر تشترطون انه ما علي قروب يعني كانكم تقولون لاحدي آخر لم تحطوني الشروط هذه هل راجعتوا هالشروط هل في وسائل أخرى غير سالفت الكفيل الموظف الحكومي أو الغطاع الخاص اللي فيه اتفاقية وهما محدودين جدا شوف الانزعاج بنسبة جيدة في محلة بس لأسباب مختلفة نوعا ما هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر جريسيا السضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي طيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية استعرضنا رحلة هذا البنك من يوم كان اسمه بنك التسليف إلى مرحلة بنك التسليف والادخار إلى المرحلة الحالية مرحلة بنك التنمية الاجتماعية ركائزهم الثلاثة الحماية واشي القروض اللي تقدم في هذا الركيزة ركيزة الاكتفاء واشي القروض اللي تقدم تحتها وركيزة الانتاج وكيف أنه كل هذا الركائز أشبه برحلة لينتقل الإنسان من الرعوية إلى التنموية تكلمنا على أبرز التحديات اللي ذكرتوها وكرمتونا فيها مثل موضوع اشتراطات الكفيل اللي لازم يكون موظف حكومي ولازم معلي قروض وسالفة اشتراطات أحيانا تعقد الاستفادة من خدماتهم وتكلمنا كذلك على أهم الفرص اللي استفادوا منها المواطنين اللي حصلوا على قروض حتى تكون ملهمة لآخرين قد يستفيدون منها وفي الأخير طبعا قطينا مجموعة من أسلات الأصدقاء سواء الموظفي البنك أو المستفيدين من البنك مثل حيانا تأخر الاستجابة أو معدل الرضا المتدني عن بعض خدماتهم وغيرها من أسلاتكم الثمينة شكرا للراعي الرسمي شركة صفا أترككم مع الحوار حياك الله أبو حمد شرف سورنا وورتنا الله يشرف مقداركم والله سعيد بشوفتكم نحن الأسهد أبو حمد وش اللي صار في المتوسط وحببك في التقنية المتوسط أنا صدفة أخذت دورة في جهاز تعليمي وقيمينغ في نفس الوقت وأول أسبوعين تقريبا استمتعت فيه كانوا مبني على الرسومات وكان الجهاز الكيبورد أيضا متصله بالشاشة والشاشة كانت 250 لون فكان المدرب بعد ما أعطانا فكرة عن الألعاب هذه شوي أشعل التفكير في ذهننا قالنا كيف هم قدروا يسوون الجيمنغ هذا كيف أنت تقدر تحرك المربع وتحطه فوق المربع ثم بعدين تطلع فايز أو العكس وقالنا أنه فيه أداة برمجية تخليك أنت تصنع زي الجيم هذا فكوان الواحد يقدر الحقيقة يتخاطب مع الآلة يخليها تستجيب له واللي برأس الواحد يقدر يخليه يطلع يشوفه قدامه على الشاشة في وقتها كان بالنسبة لي سحر وهي الأثرة على تخصصك أو لا؟ وهي قطعا يعني كان تخصصي بكل وضوح في الجامعة وحتى الدراسات اللي بعد الجامعة صحيح نازعني شوي بالآي تي الطيران العسكري لكن بعدين بالأخير لا أنا اخترت الآي تي بكل وضوح وبدخلت في حالة هوس يعني بموضوع البرمجة وموضوع التقنية وما قدرت تتخلص منه إلى اليوم وتعتقدون أنه كان قدر صحيح؟ والله الحمد لله أشوف الناس اللي درسوا الآي تي بالثمانينات قبلي أنا درست الآي تي بدايتها في عام 91 كل الجيل هذا ترى هو كان الجيل الذهبي للتغييرات اللي صارت في العالم بسبب التقنية لذلك كان عندهم فرصة الحقيقة أنهم يطوعون يعني خبراتهم ومعلوماتهم لصالح التغييرات في القطاعات كلها وعملت بعدها في أكثر من مكان وأكثر من جهة حكومية وخاصة صحيح من زاوية التقنية بس أنا يعني مدخل لمحور حلقتنا بيكون وش الفرق بين العمل في بنك تجاري زي بنك الراجحي والعمل في بنك تنموي زي بنك التنموي الاجتماعي اللي بيكون محور حديثنا وش فرق بين البنكين في فروقات نوعا ما في رسالة الحكومة مقارنة ببنك تجاري في توقعات من ملاك البنك ومن حملة الأسهم وأيضا فيه توقعات من العمل أنفسهم الحكومة في البنك عادة تأسس البنوك التنموية حتى تقدم خدمات للعمل اللي مش لاقين الخدمات هذه في البنوك التجارية وهذا موجود ومشاهد في كل دول العالم لأنه فيه شريحة دائما في المجتمع الشريحة هذه ما هي قادرة توصل للخدمات المالية الرسمية أو فيه خدمات أخرى مكلفة جدا على البنك التجاري في البنك التجاري ما بيدخل فيها يعني على سبيل المثال تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في مرحلة التأسيس ما يقدمها أي بنك تجاري لأنها عادة المخاطر لأن مخاطرها جدا عالية تقريبا نسبة الفشل في الستارتوبز اللي ياخذون تمويل أكثر من 50% عالميا فبالنسبة للبنك التجاري لو دخل فيها رح يخسر نفسه رح يخسر أيضا ملاك الأسهم وملاك البنك في نهاية الأمر فالبالنس بالنسبة له ما يستقيم بهالشكل هذا الحكومة تنظر لها بنظرة مختلفة الحكومة تقول أنا عندي الناس هذولي هم عائلتي في النهاية أنا رح أقرض ألف واحد على سبيل المثال يفتحون ألف شركة الخمسمائة شركة اللي نجحت هذه هي تغطي من ناحية أثرها الاقتصادي وخلق هذه الوظائف تغطي هالخمسمائة الثانين اللي أخفقوا خلال خمس سنوات من عمرهم فهي رسالة تنموية مش رسالة تجارية ومدامنا يعني بدأنا في الكلام على البنك التنموي عطنا تاريخها وين وصلنا اليوم في بنك التنمية الاجتماعية البنك أسس في عهد الملك فيه صلى الله يغفر الله ويرحمه في فترات متقاربة مع البنك التنموية الأخرى الصناعي والزراعي وغيرها حتى الصندوق استمرت العامة في ذاك الوقت يبدو كثير من المؤسسات المالية انطلقت في السبعينات صحيح صحيح هي الدولة الحديثة في تأسيسها في بدايتها كان في نهاية عهد الملك سعود بداية الملك فيه صلى الله يغفر الله ويرحمه واستمرت والبنك بدأ بداية لطيفة الحقيقة البنك بدأ كأننا ستارتوب يعني رأس ماله كان قريب من الخمس ملايين ريال هذه بداية البنك ولكن كانت رسالته واضحة هي رسالته اللي يسمونها تغطية ما يتعلق بالشمول المالي اللي توحكيتنا عنها اللي هو أنت توصل للناس اللي تشملهم ماليا لأنهم خارج صاروا دائرة الخدمات البنكية التجارية وكاسبوا بك التسليف وكان اسمه بنك التسليف وتحديدا في عام 1972 وبعدين استمر طول السنوات السابقة هذه كلها والحقيقة كل مرحلة تجي يكون فيه ضخ في رأس ماله يكون فيه توسع أيضا في منظومة منتجاته لأن الحمد لله رب العالمين وصل اليوم رأس ماله إلى 45 مليار و500 مليون ويعتبر هو أكبر بنك تنموي يعني يقدم قروضة للأفراد المحليين في الشرق الأوسط بنصالف عن واقع البنك اليوم بس فيه مرحلتين في الماضي يهمني أسمع عنها مرحلة أضيف لكلمة الإدخار بنك التسليف والإدخار وش هي المرحلة وليش هذا الإضافة ومرحلة الدخول على المنشآت أنتوا كنتوا تاريخيا تقدمون الأفراد بعدين فجأة بديت تدخلوا على المنشآت اللي في 2007 على ما أظن لو تحدثنا عن هالمرحلتين أن يمكن زمنيا نبدأ بالمنشآت المنشآت مثل ما تفضلت بال2007 بدأ فصار فيه سبق المنشآت فكرة أن هم يمولون الأفراد اللي بغلون يشتغلون كباتنا بالتكاسي واشتغل البنك فيها ومول أكثر من 15 ألف تكسي وبعدها بال2007 أفراد يشترون سيارات نعم وكان معروف وكان بديك الأيام يعني وعندنا كانت صور تاريخية لها كانوا حتى يحطون زي الطبعة عليها بنك التسليف وبعدين بال2007 البنك توسع وقال ليش أنا ما أطلق أيضا برنامج أمول فيه الستارتوب وألزمهم أيضا بأن هم يأخذون التدريب اللازم قبل يبدون مشروعهم فكانت هذه شرارة البداية والحمد لله استمر البنك يعني على النحو هذا وعلى التوسع هذا الادخار قصة شوي مختلفة الادخار بدأ من أنه البنوك التجارية وهذا يرجع لنفس النقطة اللي قبل شوي قلتها أنت بنوك التجارية بالنسبة لحملة الأسهم ما لهم مصلحة تجارية كثير ترا في إطلاق حساب ادخاري والحساب هذا يوزع أرباح بناء على الموجودات ما لهم مصلحة فيها لأن العملاء هم تاركين تاركين أصنفلوسهم في الحساب الجاري فتقاسم الأرباح معهم يمكن ما هو في صالح حملة الأسهم لذلك تلاقي بالعالم كله مش بعدة بس بالسعودية لما تروح للسيفينج أكاونت ترقى يعطيك فراكشن يعطيك نسبة بسيطة جدا تخلي الواحد يقول ما يسوى أن يربط المبلغ في حساب كريدد في الحقيقة من سبع سنوات تقريبا كان في وضوح وضع الادخار بالسعودية كأدوات وكمنتجات يعتبر قاصر صار فيه لجنة شكلت لجنة عليا لإدراسة الموضوع هذا البنك عضو فيها وبدأت تعمل على إعداد استراتيجية للإدخار البنك الحمد لله كان من أكثر الأعضاء الفاعلين بناء على الرؤية التي تبلورت وتكونت وأيضا بمبادرة من البنك لأن الاستراتيجية لا تزال تحت الاعتماد البنك أطلق منتجها الأول وسمى زود الإدخاري وأطلقناها نفس النمط وكأنه هو ستارتوب يعني نبغي نجس نبض العملاء وكيف العملاء السلوكياتهم تجاه للإدخار والتحدي كان كبير لأن نحن نبي العميل اللي مقترض مننا نبيه يسدد ونبيه يوفر نفس الوقت فهل بيقدر عميل إجمالي دخل الأسرة يمكن أقل من ثماني آلاف ريال جمالي الدخل كله ثماني آلاف ريال ومقترض من عندنا وأيضا بيفتح حساب الدخاري وبيوفر فيه وإحنا نراقب الحساب هذا كان هذا تساؤل كبير بدينا بشكل مبسط والنتيجة كانت جدا رائعة وعظيمة طيب نحن نسولف عنها في المحور الثاني حكاية تحول بس لازلت أنا بحاول أفهم هذا الكيان فإحنا اليوم نتكلم على بنك التسليف ثم بنك التسليف والدخار ثم بنك التنمية الاجتماعية صحي خلينا نبدأ من هنا ليش تغير الاسم وش الأشياء اللي وراء تغير الاسم اللي وراء تغير الاسم بكل تأكيد هي الرؤية الرؤية أعطت يعني قيادات البنك أعطت مجلس إدارة البنك أعطت أيضا التنفيذيين في البنك جرأة عالية جدا على التغير لو نرجع ونتأمل في رسائل سمو ولي العهد الله يحفظه رسائل أعتراها واضحة جدا أجمل رسالة هنا أتذكرها ودائما ترن في ذهني لما كان يقول كان يقول بصراحة أنا ما عندي وقت وكان يطلع إلى أن الأجهزة الحكومية هذه كلها اللي كانت في يومنا الأيام ما هي حزمة وحدة كان يطلع على أنها تكون تكمل بعضها بعض بوضوح وأن كل مؤسسة حكومية تقفز ولا تسير شف الإحساس الجرأة هذا انتقل يعني إلى الجهات الحكومية انتقل للبنك من فضل الله يعني مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فريق البنك استجابه بشكل سريع جدا بس ما فهمت أنه وش التغيير وش بالضبط للتغيير اللي صار تغيير مثل ما تفضلت كان العنوان في البداية في تغيير الاسم ثم بعد ذلك المحاور اللي تغيرت تقريبا كل محاور البنك تغيرت من إيش ليش وش كان وش صار البنك كان سابقا تركيزه الأساسي على أنه رعاية الناس تحول البنك إلى لا أنه يكون ممكن اقتصادي مش فقط رعاية اجتماعية وتسهيل سبل حياتهم أو تخفيف مصاعبهم أو إلى آخر المالية لا تحول وهذا مستمر تحول إلى أيضا توسع بشكل ضخم جدا أنه يكون ممكن اقتصادي يعني كان نسبة القروض اللي نقدمها التجارية أو الانتاجية كانت عشرة في مئة اليوم هي أصبحت قريبا من السبعين في مئة والتسعين في المئة اللي كانت وش كانت عبارة عن إيش التسعين في المئة كانت اجتماعية ممكن تعطينا أمثلة يعني مثلا أشهر قرضين للبنك وقرض الأسرة اللي يقدم للأسرة بناء على الدخلها وإجمالية وعلى أفراد الأسرة والثاني قرض الزواج البنك ضخ في القرضين هذه تقريبا قريب من قريب من التسعين مليار تاريخيا بدرة السابقة تراكميا تراكميا صحيح وخدم فيها أيضا قريب من ثلاث ملايين مواطن ومواطنة بشكل مباشر إذا أخذنا أولادهم بعين الاعتبار اللي استفادوا اللي معهم بالبيت نلقى العدد يصل إلى عشر ملايين مواطن ومواطنة يستفادوا من قروض البنك دخول القروض الإنتاجية اللي هو قرض العمل الحر وقروض أيضا المنشآت غير التوجه اللي تسألني عنها لأنه مش بس يكون اجتماعي ومراعاة للناس لا أنه يكون نبغى الناس توقف على أقدامها يعني نحن نساعد الناس حتى يساعدوا أنفسهم بدل ما يكون هو اليوم تحت خطر محدودية الدخل أنه يكون مكتفي عن طريق العمل الحر فريلانسر يشتغل أو أسرة منتجة إذا أيضا نجح كفريلانسر أو كأسرة منتجة ينتقل إلى المستوى الثاني اللي هو يكون منتج وبالتالي يفتح أيضا مؤسسة ويفتح شركة ناشئة صغيرة ويكون بدل ما هو أيضا يوظف نفسه يوظف أيضا غيره وهذه ركاز البنك اللي تغيرت بشكل محدد عرف البنك يمكن أوضح النقطة هذه بالأخير أنه صار فيه ثلاث ركاز ركيزة الحماية البنك عرف فيها تاريخيا ركيزة الاكتفاء اللي موجهة للفريلانسر والأسر المنتجة وركيزة الإنتاج اللي موجهة للأس ام مي والبنك الحقيقة في كل الثلاث ركاز اليوم هو الأكبر في الشرق الأوسط لا من ناحية إجمالي القيمة ولا من ناحية إجمالي العملاء ولو بنتكلم على حوكمتكم أنتو ش علاقتكم بالمنظومة مين مرجعكم وش سراتيجيتكم أو أهم أهداف سراتيجيتكم سراتيجية مركزة على التنمية الاقتصادية وعلى خلق الأثر الاجتماعي الاقتصادي وهذا ساعدنا كثير لأننا مرتبطين تنظيميا بصندوق التنمية الوطني وهو الصندوق اليوم اللي تحت مضلة كافة الصناديق والبنوك الحكومية الصندوق الوطني عنده أهداف إجمالية محددة مرتبطة بالرؤية وأيضا مرتبطة بخطط القطاعات نفسها مثل القطاع الصناعي القطاع التعليمي القطاع الصحي إلى آخر فهو يسقط الأهداف هذه على الصناديق والصناديق حسب الاختصاص تبدأ تقرض وتجتمع بالي النتائج كلها عند الصدق التنمية الوطنية علاقتكم بالوزارة وزارة موارد البشرية والتنمية الاجتماعية هل في علاقة؟ علاقة قوية على مستوى البرامج لأنه في كثير من الشرائح اللي احنا نخدمها هي أساساً شرائح تحت مضلة الوزارة وزارة الموارد البشرية شوى اجتماعية سابقاً فلذلك برامجنا تقريباً ما نطلق برنامج إلا وإحنا متأكدين من المعلومات المكتملة والتكامل على مستوى ولو بنتكلم على أهم ما تحقق في ركائزكم الثلاثة الحماية الاكتفاء والإنتاج وش أهم ما تحقق في كل واحدة منهم؟ الحماية إحنا مستمرين في رصد مع وزارة الموارد البشرية مع رصد الاحتياجات مع حد الكفاية بالنسبة للعمل ووحدة من أهم الأشياء اللي صارت أنه رفعنا حد الكفاية من 12 ألف للأسرة إلى 14 ألف وخمسمية وش هو هذا الرقم؟ للأسرة هذا هو الرقم من الحد الفاصل للأسرة المستحقة للقرض الأسرة أو لا إذا الأسرة أكثر من 14 ألف هي ما تدخل عندنا إطلاقاً ويدخل أيضاً تحت الـ 14 ألف بمعادلة معينة كم عدد أفراد الأسرة هذا كان تغير جوهري بالإضافة طبعاً إلى أن نحن يعني غيرنا سلوب التقديم وسلوب الصرف من أسبوعين ثلاثة سابيع إلى أنه صار ثلاث ساعات تقريباً باستخدام التقنية قرض أجتماعية كلياً العملاءنا ما يجوننا يعني يعتمدون فيها على المنصة الحكومية هذا قرض الأسرة هذا قرض الاجتماعي كلها القرض أجتماعية بشكل عام كلها أي بس عشان اللي ما يعرف عن قرض هذا وش فكرتهم مين يستحق وقرض الأسرة مثل ما قلت لك بناء على الحد تستحق الأسرة أي أسرة سعودية دخلها أقل من 14 ألف تستحق تستحق مرة واحدة مرة واحدة كل سنة على حسب حالتها أيضاً الاجتماعية اللي تتقدم فيها ويدخل فيها على الأفراد الأسرة على سبيل المثال إذا الأسرة مكونة من زوجين و14 ألف إجمالي دخل الأسرة ما تستحق لأنه ما عندهم أطفال فإحنا ندخل فيها اللي يسميه نصيب الفرد أي فنصيب الفرد اللي هو كل فرد تقريباً 2000 ريال ندخلها بالفورمولا وكم حجم القرض هذا؟ الحجم القرض 60 ألف 60 ألف؟ صحيح ويسدد على كم سنة؟ أو على كم شهر؟ يسدد على خمس سنوات بما مقدار 60 شهر تقريباً القصد ألف ريال شهرياً وعليه فوائد؟ ما عليه فوائد قرض جتماعية مجانية مجانية صحيح كم شخص استفاد من هذا القرض؟ استفاد عدود تقريباً 2.8 مليون بشكل مجمعي السنوات كلها وهذا يتشرطون فيه كفيل موظف حكومي؟ هذا يجب يكون فيه كفيل موظف حكومي أو يكون كفيل وهذه فتحناها إحنا في السنة الأخيرة من القطاع الخاص من الشركات اللي مرتبطة معنا باتفاقيات من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا لاستثمار المزيد في وصف الحلقة وهنا كان يمكن فيه بعض الأسئلة اللي وصلتنا بما نفتحنا الموضوع كان فيه انزعاج كبير من هذا الشر يعني اليوم فيه أدوات كثيرة لقياس الاعتمان ولقياس القدرة على السداد سالفت اشتراط الكفيل الحكومي وحتى الكفيل الحكومي الظهر تشترطون أنه ما علي قروب يعني كانكم تقولون لا حد ياخذ لم تحطون الشروط هذه هل راجعتوا هالشروط؟ هل فيه وسائل أخرى غير سالفت الكفيل الموظف الحكومي أو الغطاع الخاص اللي فيه اتفاقية وهما محدودين جدا شوف الأنزعاج بنسبة جيدة في محلة بس الأسباب اختلفة نوعا ما شوف البنك يقرض سنويا قريب من 170 ألف مواطن مواطنة سنويا مستمرين سنويا اي ومعظمهم ترى يجيبون كفلاء احنا ما نشترط أن الكفيل يكون ما عنده قروض احنا بس نشترط أن الكفيل والعميل أيضا القروضة ما تتعدى الحد المخصص من البنك المركزي اللي هو 33% إلى 60% على حسب نوع الاقتراف عقاري أو غيره لكن لو يجينا عميل على سبيل المثال هو واصل 60% وكفيل معه واصل 60% ما هو في صالحهم الصراحة ولا في صالح البنك أنه يقدم لهم سبب بسيط أن مخاطر تعثرهم عالية ولو تعثروا البنك يجب يسترد مبالغة البنك ممكن أنه يأجل يأجل مرة مرتين ثلاثة بس في النهاية راح يرهق المقترض اللي أنه ما كان مستعد حقا للإقتراض هذا بالنسبة للكفيل الحكومي هذا الانزعاج اللي نتكلم عنه اللي هو صحيح إحنا كنا فيما سبق نشترط أنه يجب يكون كفيل لك حكومي أو أنت تكون موظف حكومي اليوم من تقريبا ستة أشهر إلى سنة بدينا تدريجيا لفتح الباب للقطاع الخاص فالشركات اللي منضوية معنا وموقع عقود اتفاقيات معنا بالعكس نقبلهم كعملاء ونقبلهم ككفلاء على نفس هذا السياق نذكر جاني سؤال من أحد موظفين STC يقول يعني إحنا من أكبر الشركات وحاولنا أكثر مرة التفاهم معهم على اتفاقية لكن دائما يجي الرفض أنه لازم كفيل موظف حكومي فعندك طلاع على قصة الاتفاقية مع STC أو شيء لا بالعكس فالعكس نحن عندنا قناة جيدة مع مجموعة STC هل هم الجهات اللي انتم قعين معهم اتفاقية؟ أعتقد فيه اتفاقية جاية معهم قريبا فلسه ما صار صحيح هذا قرض الأسرة وفهمناه وش فيه قروض أخرى اجتماعية ضمن ركيزة الحماية عندنا قرض الزواج قرض الزواج هذا مع مقدار تقريبا 60 ألف ريال أيضا وبنفس الآلية يتم تسداده على مدى خمس سنوات وموجه يستحقه يستحقه الزوج في أول قد نقول خلال سنتين من زواجه أترى هذه يستحقه بعد مضي سنتين ما عد يستحق القرض هذا وقبل الزواج عشان يستخدموا في الزواج أيضا ما يستحقه قبل توقيع العقد صحيح ما يستحقه وكيف تتعاملون مع سالفة لا سمح الله الطلاق اللي يصير في أو أول أشهر ولا في البدايات هل أنتم تشترطون انتظام معين ولا هو مباشر يكون مستحق للقرض هو مستحق للقرض مجرد ما يكون معه عقد زواج نحن نتفائل معه أن الله يوفقه إن شاء الله هو زوجته ونقدمه للقرض وفيها كفيل هذه برضه نفس الشيء كفيل حكومي إذا ما هو موظف نعم فيها كفيل حكومي إذا ما هو موظف حكومي إذا ما هو موظف حكومي لازم يجيب كفيل حكومي أو من الشركات اللي أتوقعها مع الاتفاقيات أوكي غير قرض الزواج على فكرة ترى الاتفاقيات مع الشركات سهلة ما هي صعبة أي تقول الاتفاقية تقول الشركة هي زي الاتفاقيات اللي بين البنوك التجارية والشركات أن الشركة الموارد البحرية جوه الشركة ملزمة بمكافأة نهاية الخدمة أي وإضافة للتزامات أخرى طبيعية يعني بحيث أن البنك يضمن حقها فيها بس أنا أتفهم صراحة الموضوع اللي واصل حد يعني من القروض عالي جدا لأنك أنت تحميه بأنك ما تعطي قرض وليس فقط حماية البنك لكن بأمانة ما هو مقنع بالنسبة لي سالفة اشتراط الكفير الحكومي نحن نتكلم على شرط حتى البنوك التجارية اللي هي أكثر يعني حدة منكم ما تشترطه المنتظر من بنك التنمي أن يكون أكثر مرونة مع الشريحة الأكثر حاجة اللي عادتها ما يلقون حاجتهم عند البنك فهذا بالنسبة لي صراحة إلى الآن لكن أنتم مبخصة من يقولون وش في قروض أخرى اجتماعية تقدمونها أقدر أساعدك في الإقناع ياريت والله ياريت البنوك التجارية على فكرة ما احتاجت للكفيل لأن راتب الموظف نفسه ينزل عندها يعني موظف موقع عقد معها وهم موقعين اتفاقية مع الجهة الحكومية والشركة أن راتب الموظف ينزل في البنك البنك يأخذ حقه والباقي حول الموظف فهي عندها أداة أقوى من الكفير وانتم ما لقيتوا حل إلا موضوع لا أحنا طبعا بحكم أن نحن في النهاية صندوق حكومي ما عندنا موجودات ولا عندنا حسابات للعمل مثلا سمة تصنيف الاعتماني شخص قاعد يسدد فواتيره قاعد يسدد قروضه تصنيف الاعتماني جيد جدا ألا يحسب هذا كضمان مقبول بالنسبة لكم يحسب يساعد لكن ترموه بضمان يعني شوف البنوك التجارية اللي تقدم قروض بضمانة سمة نسبها السنوية 7% نسب التعثر نسب الفائدة 7% يتكلم عن تقريبا أكثر ب 6 مرات أو 5 مرات 5% 6% من القرض الشخصي الموجود في البنوك لأنهم يعوضون لأنه قطعا في نسبة كبيرة هي ديفولت راح تكون في سمة ورح تستمر ديفولت أي هذه القرضين وش في غيرهم في موضوع الحماية في قرض كنف أيضا تستحقها المطلقات والأرامل في قرض الترميم وفي عندنا اتفاقيات نحن نسويها مع بعض الجهات اللي عندهم فئات خاصة على سبيل المثال فئات الأيتام عندنا برامج خاصة حيانا نوقعها يعني تارغيتينج بعض مو سيجمنت عامة لكن صوب سيجمنت زي مثلا المعاقيين وغيرها هذه أيضا نحاول نساعدهم نحن على أتذكر لك مقابلة في مارش 2020 دمي بغلطان أو حولها وكنت تتكلم على موضوع قرض الترميم انت وقفتوه بتعيدون هيكلته على شكل شراكة مع مهندسين متقاعدين من أرامكو أو شيء زي كذا هل صار شيء على هالموضوع؟ صار بشكل محدود شوف نحن نحاول نلاقي جمعيات تساعدنا على أداء مهمة البنك من خلال الوصول للناس البنك ما يقدر يوصل للمنازل الناس بشكل مباشر ولو البنك توسع بالعمل هذا طلع عن دوره كمقرض فاحنا نعتمد على القطاع الثالث بالجمعيات أنها تساعدنا فإحنا نجحنا جزئيا مع واحدة من الجمعيات لما يتعلق بالفكرة هذه ونتمنى والله نوسعها لكن طموحنا أكبر من كذا وأنتم مستمرين في هالقرض ولم وقفين أدلات ترميم مستمر الترميم مستمر الترميم وأيضا عندنا تعاون أيضا مع سكني ومع مهلا وكاني فهمت من أسئلة الناس أنه قرض العلاج وقفته ولا لا كان فيه قرض للعلاج في الخارج أو شكذا وقفته أنا ما أعرفه القرض هذا ما فيه قرض العلاج قد يكون تاريخيا موجود بس ما يحضرني والفترة القريبة لا لا أبدا ما هل فيه أي نوع من أنواع المنتجات وقفتوها في مرحلة التحول هذه ما فيه شيء توقف من حيث النوع لكن فيه تحول أصار يعني على سبيل المثال قرض الستارتاب اللي احنا كنا نقدمه اللي هو قرض الناشئ هذا القرض كان يقدم 300 ألف لرواد الأعمال ويشترط عليهم نوع معين ويأخذ منه نحدود الثلاثة شهور إلى خمسة شهور إجراءات غيرنا القرض هذا وغيرنا البراند حقه سمعناه من ناشئ إلى رواد الأعمال ورفعنا القيمة إلى خمسمائة ألف وصارت المدة الزمنية لها أقل من شهر لصدور القرار لصدور القرار ومعظمها ترى هي بس لجاهزية العميل ففيه تغيرات صارت في البراندينج فيه تغيرات كبيرة في البروسيس والديجتايزيشن يعني داخل البنك لكن ما أعرف أن فيه قرض توتلي أنا وقفناه أوكي هذه كلها النمارج لموضوع الحماية وأنا أذكر في سوالفنا قبل كم يوم على نسبة تعثر وأنت عطيت نسبة صراحة مبهرة في نسبة التزام هذه الشريحة شريحة محدودية الدخل في الوفاء بانتزاماتهم كم كانت نسبة التعثر اللي قلت ليها عن أفروض الحماية هذه ممتازة جدا الصراحة يعني نحن عندنا نسبة تأخر تقريبا ثلاثة بالمية ثلاثة إلى أربعة في المية هذول الناس اللي يتأخرون عن السادات وعندنا تقريبا نصف في المية هم الناس اللي يعجزون عن السادات النهاية بعد ذلك نسبة ضئيلة جدا قياسا بعالم الإقراض بشكل عام البنوك التجارية وضعها طبعا أفضل البنوك التجارية ترى ما تقرض الفئة هذه أي لكن أيضا هذا يعطينا مؤشر على أن الفئة هذه عندها التزام وعندها كمتمنت رغم صعوبتها وحنا كمختصين أيضا في البنك ومطلعين ذهلنا أن الفئة هذه قدرت تسدد ومستمرة تسدد وقادرة أيضا توفر عن طريق برنامج زوت كنا نشوف الأحصائيات نحن عندنا اتفاقية نحن نشوف أداءهم الدخاري فكيف أسرة دخلها الإجمالي أقل من ثمانية لاف عند طفل طفلين مقترض من عندنا ويوفر أيضا فلوس يدل على أن الشريحة هذه الحقيقة محل والله احترام وتقدير ومن فضل الله يعني الحكومة ما قصرت يعني فيما يتعلق بالمخصصات دائما تعافظ عليها وآخر سؤال في هالشريحة قبل نروح للركيزة الثانية كيف توازنون ما بين حماية مصالح البنك لأنه في النهاية هو مال عام لهذه الشريحة ولغيرهم من شرائح تستحق الدعم فأنتم عليكم مسؤولية استرداد هذه الأموال فكيف توازنون بين هذا الدور وبين عدم مضاعفة الضغط على هذه الشريحة اللي هي شريحة أكثر حاجة شريحة محدودة تدخل دفعة وحدة ممكن تكسر هذه العائلة وتشتتها شلون توازنون بين تحصيل جيد وعدم الإضرار بهذه الشريحة البنك تاريخيا معروف يمكن لكافة المناطق المعلم المواطني المعروف خصوصا في المناطق خارج المدن الرئيسية البنك عنده 24 فرع جزء كبير من دور الفروع تفهم حالة الناس تفهم حدياجات الناس أيضا الحمد لله يعني البنك قادر على أنه يوجد صيغة لتأجيل السداد متسامحة متسامحة جدا مقارنة بالبنك التجارية للفئة هذه فلذلك قناعتنا أن الناس قادرة على السداد معظم الناس قادرة على السداد لكن تحتاج وقت تحتاج أيضا إلى توعية باستمرار فيما يتعلق بأنه يجب سداد القرض وإذا فيه لا سمح الله ظروف طارئة القرض ممكن يكون فيه لها تأجيل وحتى لو وقع خلني أقول أننا عملنا ديفولت على العميل في سما أو غيره فيه أيضا أسلوب آخر ممكن إحنا نتخذها أيضا للتخفيف على العميل هذا فيه شراكة مجتمعية بين البنك وبين المواطنين لكن تتخيل بعض المناطق نسبة اللي اقترضوا من بنك التنمية الاجتماعية تشكل حوال 22% من المنطقة 22% بالنظر للبوبيوليشن حق المنطقة 22% من سكان المنطقة اقترضوا من البنك صحيح وفيه سنوات سابقا عمل إحصائية على سبع سنوات للناس اللي تزوجوا من سجلات وزارة العدل واخذنا السجلات هذه وسوينا إحصائية كم منهم أخذ قرض لقنا حوى 60% منهم أخذ قرض من البنك ففيه الحقيقة شراكة جدا ممتازة وأنا أعتقد فيه تفهم عند الناس بالالتزام هذا لأنه المبلغ اللي احنا نسترده نرجع مرة ثانية ونعطيه فكل واحد الحقيقة يعجز عن السداد هو يأثر أيضا على عميل والحكومة أيضا عندها الحمد لله رب العالمين يعني قدرة على التغطية بشكل جدا ممتاز فيه الركيزة الثانية اللي هي الاكتفاء وش أبرز ما تحقق الاكتفاء ركيزة تقريبا جديدة باستثناء ما ذكرناه في موضوع السيارات وبدايات الناشئ والركيزة هذه أساسا هي جديدة في السعودية كلها شف معادي رئيس مجلس الإدارة المنزل سحمد الراجحي في من أربع تقريبا سنوات خمس سنوات في مراجعاتها لسياسة العمل كان في قناعة عند الوزارة أنه يجب أن نتحرر من فكرة أن الموظف في قوة العمل هو الموظف بدوام كامل الموظف ممكن يكون بدوام جزئي ممكن يكون بدوام مرن وممكن أيضا يكون بالعمل عن بعد وهذا العكسة حتى على موضوع التأمين الطبي يعني كل الفريلانسر أو اللي يعملون بشكل منفرد ما هو مشمولين في التأمين الطبي في مرحلة سابقة صحيح فكل هذه تم ضمها ضمن مجموعة سياسات في الوزارة أيضا الوزارة تبنت تأسيس شركة خاصة لخلق أنماط العمل الحديثة الشركة اللي هي شركة عمل المستقبل الشركة هذه اليوم عندها أكثر من مليونين شهادة خلقتها هي لممارسة العمل الحر معظم ترى الفعاليات اللي بالسعودية اللي نشوفها اليوم كثير اليوم من الشركات وهم قاعدين يستعملون السياسات اللي هي العمل المرن أو العمل عن بعد بشكل سهل وعن طريق المنصات القائمة هذا تزامن أيضا مع أن البنك يبغى يتوسع في تقديم قروض للناس اللي وده يبدأ من بيته أو يبدأ بشكل شخصي على بال ما يكون نفسه ويفتح ستارتوب ويفتح شركة فالفئة هذه كلها احنا حطيناها تحت مسمى العمل الحر تحت مسمى الاكتفاء وقدمنا القروض لهم اللي هي وشنوع القروض قدمنا لهم؟ قدم لهم 120 ألف قرض العمل الحر وقرض السيارات كان أيضا بنفس القيمة تقريبا ورفعناه إلى 300 ألف أيضا لخدمة فئات أيضا مختلفة من السيارات والحمد لله صار عندنا طاقم ضخم جدا يشتغل في أوبر وكريم سيدات وشباب وأيضا عندنا طاقم ضخم جدا من الأسر المنتجة موجودين وكلهم يتم زيارتهم بشكل دوري من يستحق المعشرة في هذه القرطة هذا؟ من مؤهلة؟ مؤهلة ما في عليها حد معين من ناحية زي مثلا حد الاجتماعي هو مؤهلة الشخص اللي يقدر يعب النموذج ويتأكد فعلا عنده اهتمام بمجال معين وفيه تصنيفات معينة للعمل الحر وأيضا ما عنده مشكلة مالية هو إذا كان أيضا بلا عمل يكون فرصة أفضل إذا كان عنده عمل إحنا نساعده يمكن على إزيارة دخلة إذا كان عمله محدود براتب له حد معين فهذه هي الفئة اللي إحنا اليوم فكل المواطنين والمواطنات مؤهلين لقرض العمل الحر صحيح وإذا كان يعني غير موظف فهذا يزيد استحقاقه هذا يزيد استحقاقه وإذا كان طالع عمرك من الضمانيين أيضا يصبح له مزايا أيضا أكبر وهذا مربوط بشركات معينة يعني هل هي شراكة بين أوبر وكريم بحيث أن هذا الشخص هو ما يشتري السيارة يكون معاهم ولوش طريقة ضمانكم أنه يحقق من وراها دخل يرجع لكم ويسدد لكم سجلات الشركات هذه مختلفة من ناحية أداء العمل فلما وقعنا عقودنا في البداية كان مع كريم وبعدين مع أوبر قديما وبعدين وقعنا أيضا مع منصات أخرى مختلفة يعني ما هو فقط ما اقتصرت بس على النقل الموجه حتى على التوصيل وعلى غيره فكان فيه ديتابيس بالنسبة لنا تعطينا ارتياح أن الناس عندها أداء ممتاز ولازلنا نطلع على أداء عملائنا من ناحية قدرتهم على الوصول وعملهم بالسيارات لكن ركيزة الاكتفاء ركيزة مهمة بالنسبة لنا لأنها هي تجسرنا نحن تجسر بمثابة الجسر للعملاء من أنه يكون يعتمد على نفسه ويشتغل من بيته سواء كفرد ولا كأسرة إلى أنه بكرة يقدر يفتح سجل تجاري وينطلق الكاتيجوري الثالث اللي هو كاتيجوري الإنتاج كم عدل الأشخاص يستفادوا من هذا القرض؟ فوق 300 ألف عميل تقديما ولا يزال الحمد لله إحنا سنويا نصرف على حدود الأربعين ألف إلى خمسين ألف عميل سنويا عميل جديد عميل جديد نعم يعني تحملني مع ليش بس هذا ضمن الأسئلة نرجع لموضوع الكفيل هنا يسألون عن السيارة باسمكم وتقدرون تسحبونها وتبيعونها مباشرة فليش كفيل غارم؟ ليش كفيل غارم حكومي؟ فيه توسع كبير في موضوع السيارات ولو تشوف حتى قروض البنوك التجارية فيما يتعلق بالسيارات تلاقي النسب الإقراض اللي يفرضونها على العملة جدا عالية تتجاوز أحيانا 7% لأن ما هو سهل جدا تغطي التكاليف استرداد السيارة أو بيعها لا سمع الله خرد أو حتى التأكد منها ونقلها العميل آخر هذا يجر خلف تكاليف جدا عالية احنا وضعنا فقط الشرط هذا للتأكد من جدية العميل أن العميل عازم فعلا على أنه يشتغل ويظهر لنا في سجلات المنصات إلى أنه قاعد يسوي مشاوير قاعد يتأكد منها فهي بالنسبة لنا نقطة مهمة جدا على موضوع الالتزام وعندنا اتفاقيات على فكرة مع بعض المنصات عندهم كان رغبة وأن هما يكونوا يلعبوا دور الكفالة بالنسبة معه يعني معين تخفف على العملاء تمانية تكتب نشرات بريدية متنوعة دكية وممتعة تخليك على الضلاع بالتخصص اللي يهمك والمواضع اللي تشدك وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب حتى كواليس تمانية اشترك في اللي ناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة نترك لك رابط الاشتراك في الوصف أبرز استخدامات قرض اكتفالة وبنساعد الناس أنهم يعني يستفيدون من فرص الموجودة نحن قلنا سيارات وش في غيرها في موضوع العمل الحر حسيتوا الناس قاعدين يأخذون القرض ويستفيدون منه في هذا القطع أو المجال الأسر المنتجة الأسر المنتجة اليوم وصلة وحدود 150 ألف أسره منتجة عادة يحتاجون في بداية إنتاجهم في الأسر المنتجة يحتاجون المبلغ كبير لحقية التأسيس سواء كان عملهم في مجال الأطعمة ولا في مجال الخزفيات ولا في الحرف ولا تنظيم الحفلات على مستوى صغير كل هذا يحتاجون رأس مال في البداية فإحنا عندنا قصص نجاح عظيمة جداً بالنسبة للأسر المنتجة والله أنا حبيت الهداء اللي أكرمتوني فيه هذا كان من أسره منتجة ولا لا؟ هذا أسره منتجة أي وذوي احتياجات خاصة وأيضاً ذوي احتياجات خاصة يعني وهذا شيء والله يملهم يعني لما تشوف الشخص والإنتاج يعني كان المشهولات اللي سواها أو سوتها كانت جداً ما شاء الله لاتجودة جيدة صحيح يعني ما شاء الله عليهم المستوى عالي جداً جداً ولاحظنا نحن في آخر ثلاث أربع سنوات تقريباً صار فيه إدراك عند الأسر ترى يعني أنت أسره منتجة مو معناها أن الناس تشتري للمساعدة لا الناس صارت اليوم تبغى أيضاً منتجة ممتاز الأسر نفسهم كانوا يقولون أنا وش اللي يميزني عن الأسرة الثانية إذن بطبخ وش يميزني إذن راح أقدم حلاء وش راح يميزني في بعض الأسر تقدم حلويات اليوم بدون سكر أبيض في بعض الأسر تقدم حلويات ما أخذين دورة في فرنسا قبل لا يقدمون حلويات المعجنات فيه أسر الحقيقة أنا أتفاجأ فيهم يعني عنايتهم بالكولاتي اللي هم يقدمونها بدون الأسلوب هذا راح يكون عملهم تقليدي وبنسبة لهذول يبدو أن تقدمتونهم برضو خدمة في موضوع تشغيل المقاهي في الجهات الحكومية أو شيء زي كذا صحيح وش لو تعطينا القصة؟ يمكن هذا من أبرز المشاريع بالطبع المشروع آخر تكلم عنه إحنا لاحظنا يمكن كلنا لما نراجع للدوار الحكومية نلاقي فيه كابتيريا يوم كنا ضاجع الدوار الحين معنا ضاجعنا الآن ضغطة زر نخلص محدودة لكن اليوم إحنا قلنا حتى الموظفين حقنا الدوار الحكومية اليوم ليش ما نخلي الأسر المنتجة المتميزة هي اللي تدير الكافيه داخل الجهة الحكومية هذه والحمد لله رب العالمين إحنا وصلنا لأكثر 120 فرع الحين تحت براند اسمه يمام خاص بالبنك ومعنا أيضا شريك يساعدنا في الجودة وفي المنيو وإلى آخرة هدفنا كان هدفين الحقيقة واحد تشو ونبين أن الإنتاج ممتاز اثنين لاحظناها حنا كنمط أن الأسرة تيجي وتشتغل وبعد يمكن ستة شهور تشوف الكاش اللي قاعد يصير تتحسف أن مو كلها لها فتطلع وتفتح فرع خاص فيها وهذا هو ترى الهدف الرئيسي من يمام وكيف نموذج العمل؟ كل أسرة تمسك لها فرع وتزعونه مع شكل موظفيين وشوهم نسوينها؟ احنا كل أسرة أو إذا كان مثلا فيه بنتين مختلفتين حبوا أن هم يشتركوا فيها يكون هم اللي متولين الفرع هذا الستاندرد حق العمل من البنك تقريبا بمساعدة شريك يعني مختص وبالتالي يبدون يشتغلون ما حبينا أن نحن نكثر التغيير لأنه أيضا لازم يكون عندهم دير اون ثيم وأيضا الفليفر حقهم لازم يستمر فترة طويلة لين الكلاينت نفسه يعني يقتنع فيه لكن بطبيعة الحال بالنسبة للعمل هذا هو يتغيرون وكيف تكسيم الأرباح بينكم وبينهم؟ نحن نلزمهم طبعا أنهم يودعون 10% من الأرباح في حساب البنك والباقي للأسرة 10% من الإراد أو من الربح؟ من الإراد من الإراد 10% هذه مقابل ليش؟ هذه مقابل أنه كل شيء متأسس لهم والتدريب لهم وأيضا البداية في البضاعة يعني كبداية أيضا البنك يساعد فيها وهل هم المشتريات والمواد الغذائية هذه عليكم ولا عليهم؟ لا عليهم عليهم هم صحيح هو الهدف أنه يدخل صح التعبير دورة في واقع الحياة ويبدأ يشتغل تحت احتضان مؤقت وبعدها إحنا مؤمنين أنه بيكونوا نفضوا مننا بيخلق تجربة الخاصة وسويتوها في موضوع مقاصف المدارس؟ مقاصف المدارس سويناها جزئيا على شكل مشاريع كان لنا تجربة في المنطقة الغربية تجربة جيدة في منطقة مكة وكان فيه تجربة محدودة صارت في الحدود الشمالية كيف توسعت وما نجحت؟ معقد الوضع والله كيف؟ عندك مستويات من الإدارة معقدة عندك مدير المقصف داخل مدرسة فوق المدرسة فوق الإدارة التعليم ويدخل فيها أيضا الصحة والسلامة يعني أنا أعتقد أن وضعه كان يحتاج إلى شركة كبرى أنها تدير العملية هذه بشكل والأخوان بالتعليم أعتقد عندهم دراسات في الموضوع فهذا ركيزة اكتفاء وهذه أهم القروض والتطبيقات التي ضرعت فيها نروح للركيزة الأخيرة اللي هي ركيزة إنتاج وش أبرز ما تحقق فيها؟ الإنتاج بس أنا ودي أرجع للركيزة الاكتفاء لما سألتني أنت عن يمام فيه نقطة ثانية التدريب المتخصص عفوا أنا ودي أرجع لها فضل إحنا لاحظنا فيه فئة من الأسر المنتجة فئة ما عديك فيها التدريب العادي لذلك من تقريبا سنة وشوي أطلقنا مجموعة خطط تدريبية وصرنا نوفر مدربين عالميين لمجالات معينة الأيام هذه إحنا عندنا ثلاث مدربين جايبينهم من فرنسا خاصين بخلط العطور لو تشوف اليوم الأسر المنتجة التي تشتغل في مجال العطور ترى ثمانين في المئة إنتاجهم ترى تقليدي تلاقي عندها حلم وبراسها شيء تبقى تحققه لكن ما هي قادرة ما هي قادرة تسويه عندها المهارة اللازمة هي نقصة العشرين في المئة أيضا هذولي يا تلاقي عندها مشكلة في الباكيجينج يا تلاقي عندها مشكلة في إلى آخر قليل ترى من السعوديين اللي عنده براند وصيغنيتشر عطور فمجال العطور هذا اليوم فيه مدربين جبنا إحنا مختصين أيضا في التزيين للأكل مش لإعداد الأكل فقط التزيين كيف أنت لما تقدم أيضا الوجبات أو تقدم المنتج يكون أيضا مشكل جميل جبنا للجلود وجبنا مجموعة من أيضا للحلي ومجوفرات وكلهم مدربين يعني عالميين نجيبهم يقدون عندنا سبوع سبوعين بكراش خلني أقول ووركشوب كاملة ويكتسبون ومعظم كل تقريبا اللي موجودين ما بين ناس محترفين يعني سعوديين سعوديات أو متوسطين ونسبة منهم أيضا عندهم منشآت فالعمل الحر الحقيقة الآن اللي بحاولة وصل له هنا دخل في مرحلة الاحترافية ما عد يكفي أنك أنت فقط مان باور جاي تقول أنا أقدر أساعد لا أحنا نبغى منك قيمة إضافية معايير تنافس الموجود وهذا يدخلني على السؤال كان في بالي غير الفلوس هل تقدمون شيء أبعد من ذلك بمعنى لما تعطيني قرد زواج هل تساعدون هؤلاء الأفراد في موضوع مهارات إدارة الأسرة التفاهم حل الخلافات الزوجية هل تأخذ هالخطوة نفس الشيء في موضوع أنت ذكرت الأمثل على ركيزة اكتفاء فالسؤال العام هو مع قروضكم المالية هل تعطون شيء أبعد من المال صحيح في برامج في البنك خاصة للتأكد أن القرض هذا يساند خطة تنفيذية من العميل الأساسي وبالتالي على سبيل المثال كل قروض الستارتوب نحن عندنا التريننج فيها ملزم ما هو اختياري ويجب أن يقدم لنا أوراق كافية تثبت على أنه واعي ورائح تقريبا وهذا كده للتخفيف على المخاطر المالية وعلى المخاطر أيضا الفشل على العميل الأسر المنتجة تقريبا كلها متاح لها عن طريق شركائنا أنهم يأخذون تريننج في مجالاتهم أيضا نحن نتيح لهم أنهم يدخلون في برامج البنك التسويقية والبنك يقيم سنويا حدود المتين وثمانين فعالية في مختلف أرجاء السعودية اليوم الوطني على سبيل المثال نحن نقيم أكثر من تسعين فعالية متزامنة في نفس اليوم في تسعين منطقة ومدينة وقرية الفعاليات هذه كلها نحن نقدمها للأسر برسوم رمزية لاختبار الجدية أيضا وهذا كله يمكنهم منهم ومش فقط قرضه إنما قرضه التمكين كمراحل قياس أو تدريب لمهارات حياتية مثلا قرض الأسرة لو صاحب دورات أورلاين في موضوع إدارة المصروفات أو الاستثمار أو الادخار أو أي نوع من المهارات المالية اللي بتساعدها الأسرة اللي خذت القرض إنها ما بعد القرض ما عدت تحتاجكم إن شاء الله لأن هذه ركزة حماية فما هو بالضرورة يكون وضعه أحسن بعد ما يسدد القرض في الزواج نفس الشي مهارات الحياتية مهارات العلاقات وفي النواحي الإدارية والتشغيلية في موضوع المنشآت وقروض العمل الحر هل في أشياء من هذا النوع أنا ذكر برنامج سند طيب الحمد بن سلمان والمنح اللي تقدم لشرائح معينة كانت دائما تربط باكتساب مهارات حياتية تساعد هذا المستفيد من المنحة أنه يكون في وضع أحسن بعد انتهاء أثر المنحة المال هل في أشياء زي كده؟ في أشياء شغلتين وحدة الإدارة المالية موجود في دورات مستمرة للتوعية المالية للعملاء كلهم وهي أطلقناها بالتزامن مع موضوع الادخار وهي جزء من موضوع الادخار الثاني أنا في حدود علمي أيضا أن الوزارة عندها ترينينج تقدمه في موضوع الزواج سواء للمقبلين على الزواج أو المتزوجين أو للي عندهم أيضا صعوبات في أثناء الزواج وهي متاحة لهم وإحنا كنا في فترة سابقة ولا يحضرني الآن إذا كان البرنامج مستمر أو لا نشترط على جزء من العملاء أنهم يأخذون الترينينج هذه أونلاين الركيزة الثالثة الإنتاج وش أبرز ما تحقق فيها؟ والله الحمد لله الإنتاج هي تقريبا مصدر فخر صارت لنا في السنوات الأخيرة يعني البنك اليوم سنويا يحقق أرقام قياسية في عدد المنشآت اللي يتم تمويلها أيضا البنك فخور أنه يمول منتجات المنتجات هذه عفوا يمول منشآت المنشآت هذه ما هي قادرة تقترض من البنوكة التجارية فإحنا أوجدنا نمط وأسلوب لتقديم الترينينج ولتقديم التمويل ولزيارة العميل أربع مرات في السنة حتى نحن نتأكد من أداء وأيضا لتقديم بعض المعلومات والمساعدات للعملاء وعندنا أيضا إمكانية فترة سماح للعمل تصل إلى سنة ونص لما نقدم له القرض تعطيه فرصة إلى أن نأسس مشروعه يعني ويبدأ يعني الركيزة هذه الحمد لله رب العالمين كان عثرها جدا هذه 500 ألف ريال صح؟ هذا بالنسبة للستارتاب 500 ألف ريال كم استفادوا مننا؟ ستارتاب الصغير إذا الستارتاب نعتبره إحنا تميز يبغى يبدأ وهو شركة صغيرة مش متناهية الصغر فيكون السقف أربع ملايين عندنا عيادات على سبيل المثال عيادات أسنان مختبرات عيادات عيون فتحت في المناطق أعداد كبيرة جدا بالمئات من قرض التميز اللي هو إلى أربع ملايين وبعضها توسع فتح له عيادة إضافية من قرض القائم اللي يصل إلى عشر ملايين ريال وهذولي كم عدد المستفيدين الآن الحمد لله رب العالمي احنا قربنا من 42 ألف منشآة ما شاء الله البنك يعني مولها السنة هذه من نعم الله يعني وأيضا عقيقة إبداع الفريق يعني فريق البنك راح نحقق تقريبا 11 ألف منشآة تم تمويلها هذا أكثر بـ 30% من العام الماضي العام الماضي كان ريكورد بحد ذاته أساسا ما شاء الله وهي لأنتم تعطونها قروض مجانية أو بنسبة فائدة نأخذ عليها يعني رسوم تشغيل رسوم تشغيل صحيح كيف مقارنتها بالبنوك عندنا التوجيهات اللي احنا نتبعها أنه تقريبا الرسوم تكون تعادل 50% من الرسوم التجارية الرسوم التجارية اليوم السايبر يعني يوصل إلى 6% والبنوك تصل الآن في إقراض هذه المنشآت إذا كانت المنشآة بالنسبة لها منشآة جديدة يعني ما في سابق علاقة بينها تصل إلى 12% إلى 18% إذا المنشآة عند البنك التجاري لها علاقة مسبقة ومربوطة بنقطة بيع ممكن تصل 5% لأنه عميل لهم قديم نوعا ما فبناء عليه احنا نسعر رسومنا فأنتم نصف اللي تقريبا موجود في البنوك التجارية الصحيح ولنروح ترى للفئات التجارية الرابحة مئة بالمئة يعني نحاول نبعد عنها يعني وش نوع التكامل أو التعارض اللي بينكم بين برنامج كفالة وبنك المنشآت اللي مفترض أنه موجه لهذا الشريحة كفالة مختلفة تماما كفالة تحاول أنها تحل مشكلة الكفالة عند الشركات لكنها ما تقدم قرض اللي قدم القرض هو البنك التجاري بضمانة كفالة وأيضا هم معظم توجههم للشركات من حيث القيمة للشركات الصغيرة المتوسطة لكن احنا جهة إقراض مباشر مش جهة كفالة بنك المنشآت نحن كنا في لجنة تأسيسية البنك المنشآت البنك بنك مشارك في لجنة تأسيسية ولا يزاد البنك يعني في مرحلة التأسيس اليوم بنك التنمية الاجتماعية هو المشغل لبرنامج التمويل الخاص ببنك المنشآت ومتفائلين كثير للحقيقة الفترة القادمة لأن حجم الطلب ضخم جدا لك أن تتخيل البنك يخدم قريب من 10 إلى 15% من المتقدمين الباقين يا ما يدخلون بالشريحة نفسها أو يضطرون يقبلون برسوم عالية من البنوك التجارية أو ما يقبلون للبنوك التجارية أنا أعتقد بنك المنشآت راح يكون لدور توقع أنه القطاع هذا كله بيروح للبنك المنشآت أنا أعتقد القطاع معظم بيروح للنوع هذا بيروح للبنك المنشآت البنك مستمر في خدمته للمنشآت متناهية الصغر والستارتوب والصغيرة بنك المنشآت اليوم يحاول يغطي الفجوة التي تتجاوز 200 مليار سنويا حسب هيئة الإحصاء وأيضا دراسة هيئة منشآت وشتنوع الضمانات التي تأخذونها على هذه الشريحة شريحة المنشآت؟ المنشآت نوعا ما وضعنا أفضل أوسع من الأفراد إذا كانت المنشآة جديدة ما عندها تدفقات نقدية فنلزمها إحنا بضمانات شخصية كاملة شخصية أو إذا عنده ضمان آخر يعني عقاري أو نرجع مرة أخرى للوسيلة الأخرى التي هي وسيلة الكفيل هذا إذا كانت المنشآة جديدة تحت التأسيس يعني إذا المنشآة قائمة وعندهم بآخر سنتين تدفقات جيدة إحنا عادة ما نلزمهم بكفالة نكتفي فقط بسند الأمر على الملاك حتى روضات مسؤولية محدودة حتى أيه أهم شيء أنها تكون شركة صغيرة في أقل وش تعريفكم كشركة صغيرة في أقل؟ إحنا نتبع التعريف مع هيئة منشآت اللي هو أعتقد 40 موظف أو 45 مليون تقريبا ريال في أقل بالنسبة للصغيرة هذول أيضا تقدموا لهم برنامج دلني صح؟ صحيح لو تحدثني على البرنامج هذا دلني بدأ كعيادة أعمال في البداية تعرف عندنا مشكلة مع الستارتوبز يمكن أننا كلنا ندخلنا فيها الجانب هذا على المستوى الشخصي الواحد يصير عنده إيمان أكثر من الواقع لما يحط رجلة في الميدان يتعرض لنكسات صحة تعبير بسبب المنافسة بسبب توقعات العملاء إلى آخر عادة 80% من الستارتوبز يحرق الكاشي اللي عندها في أول سنتين في المرحلة هذه يبدأ شوي يفقد البوصلة ويفقد الأساسيات حق العمل ويرجع يكرر نفس الأخطاء اللي وقع فيها الآخرين الحالة هذه هي اللي حقيقة كونت فكرة ولادة دلني فدلني ولد من تقريبا ثمان سنوات في الحدود كعيادة أعمال وكان أول كورس يقدمه ولا يزال من أهم الكورسات أنا أعتبرها اللي هو العودة إلى أساسيات الأعمال وأنا أتفاجأ دائما لما يجون الناس اللي هم سنتين يشتغلون ويدخلوا بالكورس هذا يتذكرناها كيف ضيع البيسيكس هذه من البداية وليش هو الآن أوكي السوق قاسي لكن مش ممكن هو يسوي إلى آخرة دلني ممتازة جدا في الجانب هذا أيضا دلني كويسة في التخصص يعني تسوي فعاليات خاصة مثلا تسوي فعاليات للمحلات القهوة صناع التجارة فيها وتجمع ثلاثين أربعين واحد سوتها في مكان واحد وتخليهم يقدمون أيضا مشورة للأذر الموجودين وليش الشركة مشغلة ليش مبنتم يتسوونها ترى الشركة ما هي مشغلة كليا الشركة تشغل لكن وفق خبرة متراكمة عندنا لذلك الفريق اللي موجود في دلني اليوم هو نفس الفريق حتى لو تغيرت الشركة المشغلة لأن الفريق نفسه الشركة اللي تجي الجديدة تستقطب نفس الفريق كونه أورودي صار أضف لذلك ترى معظم أعمال دلني هي مطوعين مطوعين معظمهم ويكاد يكون ما فيه أنا أحد أعرفه هو مركز صح؟ هو مركز تحت البنك ولكن احنا معطينا شوي حرية صراحة نحاول نخليه يطلع بأفكارها الخاصة ونحره شوي من خلني أقول الحوكمة الشديدة اللي موجودة عندنا من ناحية خلق المنتجات والوصول نفسه اللي لفتت نظري يعني أحد الأشخاص المنزعجين من الموضوع أرسل يتكلم عن أنه شركة مشغلة متحكمة في المشروع وتعاملها ما هو جيد من الموظفين ينسحب 70% من الموظفين مركز كل سنتين إلى أي مدى الكلام دقيق؟ والله شيف الشركات طبيعتها ترى رواتبها مور زي رواتب الجهات صحيح الحكومية أو الشركات الحكومية أسوأ على قد ما أنتو تعطونهم بيعطون الموظفين اللي عندهم وفي نفس الوقت دلني بالنسبة لنا هو يعني مكان جذب للطاقات العالية جدا إذا استقرت الطاقات هذه وأنا أعتقد لو ترجع لثلاث سنوات أربع سنوات سابقة بتلاقي نسبة كبيرة منه من تقل والعماكن أفضل فهو دلني ترى يعتبر هو بالنسبة لنا إحنا مكان في حرية أكبر نشتغل إحنا فيه الموظفين في نسبة كبيرة ترى من الموظفين يبحث عن الاستقرار يبحث عن نوع من العمل النمطي الموجود دلني مام ما هو من النوع هذا دلني شوي فيه قسوة يعني في العمل ولذاك طرعوا السبعين في المية وبعضهم مستمر وبعضهم مبسوط عند نسبة الحماس جدا عالية بس هي في بيئتها نوعا ما أكثر حدة من بيئة البنك ومن كثير من البيئات الملاحظة في محلها الحقيقة مدى ما تكلم عن الموظفين لاحظت أن عدد الموظفين خفض عندكم من 1500 تقريبا إلى 1200 أو حدودها وقلت لك أنا قبل ما أصول أنه كان في عندي كده رسائل مرة متضادة جتنا على الحلقة من أشخاص يشوفونك بطل ملهم رائع وينقلوا لك شكرهم وأشخاص يشوفونك ظالم قاسي حرمتهم من امتيازاتهم وحقوقهم لما سويتوا التسكين فأي واحد أبو حمل شوف لما بدأنا إحنا في التحول كان عندنا قناعة في مجلس الإدارة والدارة التنفيذية وأيضا الفريق ككل نحن عندنا صح التعبير مركبتين هي اللي راح تقود التحول هذا المركبة الأولى الموارد البشرية الناس أنفسهم والفريق نفسه المركبة الثانية كانت تقنية إذا البنك يبغي يتغير لازم الثمتين هاته يتغير لا بد الموارد البشرية كان بوضوح إذا إحنا كنا ننتقل إلى بنك مستدام وبنك حجمه ضعف ما هو حجمه اليوم وأيضا بنك يخلق الاقتصاد فأنا لازم أستقطب ناس على كفاءة جدا عالية لا يقلون عن كفاءة البنوك التجارية لكن هم موظفين حكوميين اليوم موجودين وفق السياسة الموجودة فكان أول قرار صراحة هو أننا ننظر للقلب هذا الغير قلب الذي سياسة الموارد البشرية فأحنا الحمد لله رب العالمين إحنا تقريبا وقبلنا بفترة بسيطة بدأت هيئة الزكاة إحنا وهيئة الزكاة أول تقريبا جهة حكومية بدأت في التحول فأخذنا موظفين كما هم وعملنا لهم تقييم وتأهيل وتحويل إلى نظام تأمينات العمل تأمينات أسوة من قطع الخاص يعني غيرنا السياسة حق الموارد البشرية أوجدنا بونوس يصل لست رواتب كثير من المدرأ اللي كان يدير محافظ بالمليارات وراتبه 17 ألف 18 ألف تحول راتبه إلى 70 ألف إذا كان كفء وقادر عليها إذا هو مو كفء وقادر عليها تحسن نسبيا وإحنا استقطبنا أيضا شخص عندك خبرة به المجال هذا من قبل الموظفين اللي ما كان عندهم رغبة أو كان عندهم فرصة يأخذون شيك ذهبي قدمنا لهم أيضا شيك ذهبي ولذلك نخفض العدد انخفاض كبير جدا الموظفين الآخرين ألحقناهم ببرامج تدريبية البنك يأخذ ثلاث سنوات يمكن ضاعف حجم الترينينج عنده للموظفين يمكن أكثر من خمس مرات وكلها لدعم الموظفين اللي ما عندها مشكلة استعداد للعمل بس عنده فقط نقص فني في بعض المهارات اللي يحتاجها ما في شك فيه موظفين بالنمط الحكومي يشوف أنه تم التعدي عليه أنه كان موظف حكومي آمن على سلم حكومي واليوم هو صار منكشف في عقد ولكن أيضا بالمقابل صار فيه إدراك ترى مؤخرا يعني عند الأغلبية الساحقة أن هذا توجه الحكومي كله يعني اليوم الحكومة في معظمها تقريبا تشتغل بالعقود ما عاد فيه يعني المراتب السابقة سابقا وأساسا التوجه الحكومي صار هو توجه فعالية يعني أنا أبحث عن مثل ما أنا قاعد أضع الآن أهداف ممتازة وطموحة جدا يجب أيضا استقطب موظفين قويين أو أبقي على موظفين قويين و لازم أيضا يكون عندي أنا وسيلة للمحاسبة أيضا قوية و لازم عندي مكافآت في نفس الوقت شوف الخليط هذا يخلق عندك الفئتين هذه فئة المنسعجة و الفئة أيضا اللي تعتبر حقيقة و اللي استفادوا من التحول هذا بدون أدنى شك هم العدد الأكبر بالنسبة للبنك الموارد البشرية أنا أتصور هي خلف قصة أي نجاح والله لا البوجت بتساعدك ولا التخطيط بيساعدك ولا إذا عندك أنت هدف سامي ممتاز بيساعدك ما رح يساعدك اللي بيساعدك أن عندك موظفين ممتازين إلى درجة أنهم قادرين يحولول لك الصعوبات والتحديات والمشاكل إلى فرص وهذا إحنا شفناه اليوم اليوم أنا شخصيا لمست الآن ثمرت التحول هذا على المستوى اللي أنا أشوفه فضلا عن الأرقام اللي اتكلم عن نفسها أنا شخصيا اليوم تقريبا ربع وقتي فاضي بكل أمانة فاضي للبنك يعني أقدر أني أجي أقول هل عندي فرص إضافية غير الآن المكينة اللي تشتغل القائمة اليوم عندي فرصة أني ألتقض النفس وأسمع للعملة عندي فرصة أجلس مع الشركاء وأبحث عنه هذا كله بفضل الموارد البشرية حقيقة مش لأني وقعت عقود مع شركات سوي شغلي أبدا هذه ممكن تحوس الشغل الشركات هذه أصار عندي قدرة على التفويض عندي ست قياديين في البنك ماسكن القطاعات أربعة منهم هم النواب والباقي قطاعات أقل نسبيا الحقيقة كل واحد منهم يعرف في مجالها أكثر من ما نعرف عندنا مصفوفة صلاحيات أنا أزعم أنها واحدة من أفضل مصفوفات الصلاحيات التي فيها تفويض حقيقي للناس لما تجلس مع النواب أيضا تلاقي النواب تحت صف ثاني تحت النواب تحتهم صف ثاني أنا فخور فيه الحقيقة وكنت دائما أقول للزملاء في النواب يجب أن وقتك أنت 25% يكون فاضي حرفيا أباك تكون فاضي جاهز لأي طلب يجينا لأي فرصة نلتقطها عنا دخول أي نائب في التفاصيل مؤشر على يعني نصح التعبير سلوب التحكم في الإدارة ما عندنا كان عذر لما تحولنا موارد البشرية أني أجيب ناس ممتازين خبراء في الصف الثالث أعطيه الصلاحية أنه يشتغل ونحن نركز على الفرص الكبيرة نركز على أيضا تجعل البنك في مصاف البنوك التنموية ويا رب لك الحمد اليوم البنك بفضل الله ثم يعني الفريق نفسه قال اتحقق إنجازات كبيرة أنا فعلا آخر سنة حقيقة آخر سنة أتفاجأ ببعض الشغلات وأسعد فيها أنها تطلع داخل البنك أنا ما فكرت فيها على مستوى الشخصي وأعرف أن النواب ما فكروا فيها على مستوى الشخصي وأعرف أنهم بدلوا جهد فيها بسيط بالدرجة أنه أحد النواب كان يقول لي يعني أنا نجي الآن ونقص الشريط وصراحة يعني الشباب هم اللي هي هم اللي خلقوا الفكرة هذه هم اللي امطلقوا فيها وهذه أثرت يمكن واحدة من أثارها موضوع يعني جميع ما سبق أقصد أنه أنتو تحولت إلى الاستدامة المالية كنتو سابقا معتمدين على دعم حكومي سنوي لو تعطينا كذا لمحة على وش وشنون تحولتوا إلى الاستدامة المالية الاستدامة على سبيل المثال ما كنا بنقدر نصل لمرحلة اليوم اللي حنا فيها إلا بموارد بشرية أيضا قوية قوية من ناحية تطوير المنتجات ومن ناحية الاستثمار أيضا البنك عنده مكينة استثمارية ممتازة جدا تساعد على تغطية الخسائر التي تصير وأيضا تستثمروا رأس المال وأيضا إيرادات نعم يعني اللهم لك الحمد نحن البنك تقريبا في الست سنوات الأخيرة حققنا إيرادات كاملة للبنك محققة وغير محققة يعني يقصد كاش أو مؤجلة تتجاوز ستة مليار ريال وهذا كله بجهود البنك تقريبا وهذا كله أساس البنك يوقف على أقدامه ويستغني عن خزينة الدولة وكان هذا واحد من أهم الأهداف اللي بالرؤية أنه هل الأورغانيزيشن هذه الآن هل يجب أنها تكون مستدامة ولا ما يجب البنك يجب يكون مستدامة هو بنك في النهاية وإن كان بنك تنموي إلا أنه المفروض أنه يكون ذاتي التمويل ذاتي التشغيل فالحمد لله رب العالمين بدعناها من أربع سنوات تقريبا بشكل شرس فيما يتعلق بالاستدامة لا على مستوى الرسوم ولا على مستوى الاستثمار وفي نفس الوقت متدرج لذلك ما عندنا أي رسوم على العملات تتجاوز خمسين في المئة من السوق بالنسبة للمنشآت وبالعكس عندنا الآن بعض المنتجات في المنشآت أصبحت تقريبا 25% من سعر الإقراض في القطاع الخاص عندنا أيضا الخزينة والاستثمار الحمد لله أصبحت عندها إبداع قوي جدا نحققنا فوق الأربعة ونصف تقريبا مليار وتساعدنا على تعويض الخسائر الاعتمانية الموجودة نغطي الوفاة للعملة وأيضا نغطي التأخير للعملة ونغطي النصف المئة العاجزين عن السداد هذه للعملة فهذا كله يساعدنا فيه ما يتعلق بالجهد المتعلق بالاستدامة وبالنسبة لكم نتائج البنك وأرقامه هذه ليست للنشر أنتم ما تشاركونها مع المجتمع بشكل سنوي تقريبا سنوي موضوع أداء البنك مصرفاتها إيراداتها ما تشاركونها لا لا العكس موجودة في الحسابات الختامية بس هل هي منشورة للمجتمع؟ نعم صحيح وين لقاها؟ في موقع البنك في موقع البنك نتائج السنوات السابقة صحيح من التحولات أيضا موضوع الفروع أنا شرفت دعوتكم وزرت جادة الثلاثين واللي يبدو أنه في منها عدد ما هو بسيط في أنحاء المملكة حدثنا عن اللي صار في تحويل فروحكم هذه قصة الحقيقة نحن فخورين فيها وفخورين فيها أنها حصلت به الشكل السريع وأيضا أنها كانت محل دعم كبير من مجلس الإدارة معالي أبو فهد أحمد الراجح لما تكلمنا على فروعنا سابقة من خمس سنوات كانت القناعة أنه إحنا في عالم الآن رقمي ليه؟ نكلف على الناس أنها تجي للفرع أن الفروع ما عد لها اليوم احتياج كان أمامنا خيارين ينقفل فروعنا أو نحول فروعنا من أنها تكون فروع موظفين يخدمون العملاء إلى أنها تكون فروع للعملاء لإقامة العملاء وقدمت في حين هذه الدراسة وكانت الحمد لله الدراسة يعني واعدة جدا أن نحن نمشي على فروعنا كلها في 17 منطقة ونحولها كلها إلى فروع حاضنات أعمال مسرعات أعمال ومكاتب أعمال خاصة بالعملاء مش لنا حنا يكون فيه في الخلف مكتب بسيط لموظفين لإدارة ما بقي من أعمال أيضا البنك في قطاع التسويق وقطاع مبدع قطاع التسويق في البنك معظم أعمالنا ذاتية ابتكروا اسم جادة الثلاثين أيضا الزملاء في الخدمات المشتركة في الهندسية ابتكروا تقريبا كل ما يتعلق بالمبنى فكرة المبنى فكان جهد ضخم جدا صار من مجموعة داخل البنك وكأنها ستارتوب داخل البنك اشتغلوا عليها حولنا الفروع اليوم اليوم نجحنا لست فروع تقريبا في الرياض في بريدة الدمام خميس مشيط الجوف وبتوبوك وأيضا مقبلين على ست فروع أخرى قريبا إن شاء الله رح نفتحها أنت تدخل الفرع ما تلاقي موظفين تلاقي ستارتوب الستارتوب هؤلاء موزعين على كتغوريز معينة في منهم اللي يحتاج فقط إلى ديسك في منهم اللي يحتاج إلى أوفيس وفي منهم اللي يحتاج إلى أيضا خليط من كذا بالإضافة للفاصلاتيز الثانية اللي نقدمها لهم البيئة بيئة جدا ممتازة حتى أني كنت أقول للزملاء خلونا نعقد بعض اجتماعاتنا في الجادة حنا نروح نكتسب منهم كده شوية شوية بس هنا ما حطيته نص السعر هنا حطيته سعر السوق أغوالين شوي في الجادة الحقيقة شوف الأخوان في هيئة منشآت اشتغلوا بشكل ممتاز جدا على موضوع التراخيص وأيضا في استثمارات أنا أعرف أنها ضخمة جدا صارت من شركات خاصة في الكووركينج سبيس وفي الحاضينات الأعمال إحنا دورنا ما هو دور كسر الأسعار أو التأثير عليها إحنا دورنا بنعومة ندخل ونغير مع الوقت وهذا هو اللي صاير اليوم أعتقد أنه وجودنا أحدث زخم كبير جدا اليوم الله ملك الحمد فرع الرياض يعتبر كفرع هو الأكبر في الشرق الأوسط اليوم فيه ست فروع مرتبطة فيرشولي مع بعضها بعض منتصف السنة القادمة يبي يكون فيه 17 فرع تقريبا ضمن بيئة افتراضية كاملة وكل الفرع فيه كافي كل كافي فيه شاشات ويقدرون أيضا في الكافي أو داخل الفرع يعرفون شي اللي قاعد يصير في خميس مشيط جدد خميس مشيط ولا جدد تبوك ولا غيرها هذه يعني مبعث فخر الحقيقة نحن صار عندنا اليوم حاضنا الضخمة بهالشكل وفيها يعني سبسكريبشن مختلف للناس اللي بون يشتركون فيها يقدر حتى هو ياخذ اشتراك من بريده ويجلس في تبوك يجلس فيه إلى آخر بكتغوري معين إن شاء الله راح يطرح يعني لاحظ صراحة النشاط جدا إيجابي لكم في المدن غير رئيسية واللي فعلا فيها الحاجة الأكبر لبرامجكم وخدماتكم نتذكر لك أنت العام الماضي في الجوف عزيمة كده مع شباب الجوف ورواد أعمالها فكل واحد منهم قاعد أسمع منه قصته كثير منهم كانت قصصهم مرتبطة بالبنك حتى مدير الفرع حقكم في الجوف كان حاضر وكان علاقته جدا رائع حبيت النوع العلاقة اللي صايرة بينه وبين شباب الجوف وهذا يعكس صراحة قيمة مثل هذه الأنشطة في المدن غير رئيسية اللي ما عندها الزخم والحراك اللي صاير في الرياض والتشبع اللي ممكن تشوفه في المدن الرئيسية بس أنا أذكر يعني قبل قبل ثالث سنوات أعلنت عن اتفاقية مع هيئة عسير على حدود مليار ريال لمشاريع سياحية في عسير هذا النوع من التخصص في كل منطقة حسب نقاط القوة جيد بس في ملاحظات على أنه ما في شي صار من هالمليار هذا كم صرفت وكم شركة طلعت فيه جدل على أنه منكم ما صار شي ودي أفهم منك وشالأسباب بالنسبة للجوف حلوة لا نتعدى يعني اليوم الصباح ونجاي جروب البنك شاركونا بقصة نجاح النزل غردت عنه غرد عنه الأكاونت حق واس جودة الحياة لفاتح مزرعتها حولها إلى نزل وحديقة الطيور وصراحة يعني أنا ودي كل واحد يشوف المقطع هذا العميل هذا من عملاء البنك رغم أنه ما أشير في هذا وكثير من العملاء احنا يتكلم عن قصة نجاحها يعني دون الإشارة للبنك وهذه سياسة الإعلام عندنا حنا في البنك حاول نخلي العملاء هم اللي يتكلمون ايش تاهلوا فكان الحقيقة في الجوف هنيهم وبارك لهم والله عندهم أكثر من فكرة رائعة جدا وفيه الكافية الثقافي اللي برضو بالجوف موجود كافية فريد من نوعه يعني وممتع وجرعة ثقافية فاز بجائزة هيئة الأدب فاز مرتين فاز وجرعة كافية ممتازة بعد وغيرها الجوف الجوف عندها إنتاج ممتاز جدا للأفكار عسير عندهم استراتيجية لـ وقفت لـ وتكون ممتاز باي أيضا المايكرو والسمال وسمول أمير تركي الحقيقة جدا نشيط اجتمعت أنا معاه ثلاث مرات حقيقة مشكورا ومشكورا أيضا سمول أمير ورحنا إحنا معاه كجزء من جولة الخمس أماكن أو السبع أماكن اللي كان فيها الميغا بروغرامز اللي راح تكون موجودة فيها إحنا تحمسنا كثير ويعني وأصرينا اللي إحنا نكون جزء من الحراك هذا وأنا والله جدا سعيد أنه الحمد لله اعتمدت استراتيجيتهم مخصصات أيضا اعتمدت والبنك ترى بدأ في المشاريع هذه أول بدايات البنك كانت من سنة تقريبا فتحنا الجادة جادة الثلاثين لا نتكلم عن مليار ريال تمويل مشاريع السياحية هذا ما صار فيها شيء المنطقة بس من بيحتضن المشاريع السياحية من بيتكلم معهم إلا ناس مختصين في الستارتوبز ومختصين أيضا بالأكسفليريشن اللي هم موجودين في خمس أمشيط أنا أقصد اللي حمسنا إحنا أكثر نفتح في خمس أمشيط الجرأة اللي في خمس أمشيط وفي أبهاء اللي تتمثل في المشاريع هذه كلها فإحنا جدولين افتتاح الجواد تزامنا مع الحراك اللي صاير في المناطق وفي المدن فيه شيء يتحقق فيه عسير وفيه أبهاء بالنسبة على مستوى المايكرو وإن شاء الله تعالى يتزامن أيضا بشكل أكبر مع المشاريع الكبرى أنا بنتقل لمجموعة من أسئلة الأصدقاء بأخذ المكتفة أسئلة لأنه أغلبها غطيناها في محاول حديثنا رضا العملاء يبدو لي أن نسبة الرضا مهب جيدة وشو مزعلهم؟ يعني أنا أظن اللي طلعت عليه 15% غير راضين جدا ويمكن 5% غير راضين فأنت تكلم على 20% غير راضين قسبة مرة عالية مرة عالية السنة هذه عندنا شيء جديد صراحة أثر على موضوع الرضا بهالنسبة هذه اللي هو حجم الطلب حجم الطلب أنا أعتقد أنه زاد 40-50% مقارنة بالعام الماضي والظاهرة هذه نقلناها أيضاً للصرع ديق الأخرى ونقلناها بوضوح للقطاعات الأخرى فيه حراك غير مسبوق فيه حجم طلب عجيب الحقيقة اللي قاعد يصير ولازالوا الزمل الحقيقة في مرحلة البحث هنعطيك مثل نحن فتحنا منصة منصة هذه العميل يسجل فيها ويسجل معلوماتها الأساسية اهتماماتها وليش يبغى مشروعة ووائلة آخرى يعطينا معلومات أساسية عنها اختيارية في منصة هذه خلال ستة أشهر تقريباً سجل فيها أكثر من 750 ألف وحد وهذولي كلهم يونيك يعني كلهم نحن رابطينهم بنفاذ ما فيه يعني دولكيش وكلهم اختياريين يعني التسجيل اختياري مش إلزامي حجم الطلب اللي جانا على المنشآت يعني زيانة 40% خلانا احنا ما نقدر نخدم إلى 15% فقط من العملاء فبقية العملاء الحقيقة فيه انزعاج ما أخذينا اليوم احنا بعين الاعتبار فيما يتعلق بالموازنات احنا الله ملك الحمد أخذنا موافقة على 34 مليار للأعوام 23, 24, 25 34 مليار منها 24 مليار مخصصة للقروض الانتاجية انا اعتقد ان شاء الله ان راح نبني كيس كويسة والكيس هذي راح تساعدنا ان نحن ت يعني ان نحن نزيد الموازنة حقتنا في 20, 24, 25 وراح نلبي حجم الطلب الموجود كيف رضيك على موضوع التعامل مع الملاحظات والشكاوى لانه مثلا بصدنا حنا تغريدة بداية السنة هذه كمثال فقط محمد الحطيم يقول الأخوة في بنك التنمية هل يعقل طلب إعفاء عن متوفي مستوفي الشروط يستورط أكثر من شهرين رغم محاولات تقديم عدة بلاغات هاتفية وعن طريق الموقع ولكن لا يوجد إجابة كل المتطربات موجودة ولكن لأسف لا يوجد مراعات لذول المتوفي هل من مجيب؟ يعني واحد متوفي 20 شهرين كامل حتى يستكمل إجراءة في تحدي يعني ما حتكون إذا هذا المثال على شكوى لواحد متوفي واضح الكيس فما بالك بالشكاوي الأخرى كيف رضاك على إدارة الشكاوى؟ شوف موضوع الشكاوى ككل موضوع خاضع عندنا نحن الـ SLA الداخلي ومتعدد المستويات بالنسبة للـ SLA ويصل للرئيس في حال نسبة التأخر وصلت إلى حد معين بالنسبة للمتوفيين على ذكرها المتوفيين البنك وكان هو أول جهة أيضا أطلق خدمة التأمين على الوفاة وربطنا نحن مع خدمة نذير فحالات الوفاة اللي تصير نحن نعلم عنها ترى قبل لا يجي الطلب من العملاء ونشتغل عن موضوع التسويات الداخلية ونجهزها بحيث يتم الإعفاء القرض هذا للحادثة هذه تحديدا قبل لا أن العمل يجي يقدم علينا أني حنا طب لش أنا قاعد شهرين؟ ما أعرف والله بالنسبة للعملاء هذه ربما يكون في خطأ من عندنا أو في تأخر يحتاجي تشوف الكيس بس أنا أعرف جيدا أننا ما عندنا ترند بالنسبة لي وضع المتوفين قطعا عندنا ترند في حجم الطلب وعندنا انزعاج في حجم الطلب العالي بالنسبة للمتوفين لا عندنا أيضا بين فترة وفترة يصير فيه تأخر في بعض الطلبات في الإقراض ويطلع منها مشاكل لو لا سمح الله حصل تقنية فنية خلل فنية أو خلاف عشان ننصفكم عشان ممكن شيء يكون سلبي يعني يبدو أنه في عدد الشكاوى ومدة الإغلاق فيه تحسن كان معدل 700 شكوى شهريا وتتجاوز معالجتها عشرة يام عمل اللي حاصل حاليا أنها صارت 30 شكوى أفهمو مو يوميا 700 شكوى شهريا صارت الآن 30 شكوى شهريا وتتستغل أربع أيام عمل فهذا تقدم ملحوظ بس يمكن بعض الحالات ما كانت الله يسامحنا لأخ محمد إن شاء الله لأن ذكر اسمه يجب أن يرجع واشوف جزاك الله خير سؤال الأخير أبو حمد على موضوع تكاملكم مع المنظومة في شعور كده بأنه كل شي تسوين لحالكم 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 بينما قد يتضاعف الأثر إذا تم التشارك مع الآخرين برامج دعم منشآت مع بنك المنشآت أو مع هيئة منشآت في موضوع إقراض المنشآت الصغيرة اليوم في منشآت صغيرة متخصة في الإقراض وعندها السيستم وعندها البنية التحدية زي منافع زي لندو التنموية والبنوك التنموية تعتمد على البنوك التجارية في العمليات وهم يقومون بدور الضامن أو الكفيل أو اللي غطي التكلفة وش فالسفاتكم في أنكم كل شي قاعدين نسوون لحالكم عندنا خليط إحنا من الاتفاقيات واللي نحن نجيد عملها بشكل مباشر وعندنا البنية التحتية اللازمة له والتكاليف حقتها قليلة علينا إحنا نسويه بشكل مباشر بينما إذا كان الأمر يطلب لوجود شريك سواء للاستفادة من خبرته أو الخفض التكاليف أوتوماتيكية نحن نوقع مع الشركة عندي يمكن أبجيبها من زاويتين شوف البنك من أوائل البنوك اللي سوى VC فينشر كابيتل البداية اللي هي رياض تقنية فند البنك ويملك الحصة الأكبر رياض تقنية فند البنك هو أيضا شركة في فودكس معناته إحنا شركة في كثير فودكس وشور شور وغيرها ما شاء الله بنك كثير يشتغل سايلنت والبنك برضو عندها شركاء من الشركات اللي ذكرتها يمكن ست سبع شركات قائمة ووجودة عندنا شركات مع جيديا شركات مع شور شركات شركات مع هلا بيهايف وغيرها ونعتمد حنا عليهم يساعدوننا في الوصول للعملاء فالتخصات اللي هما يعني يفهمون فيها فموجود لكن الحقيقة ترى البنك عنده مكينة عظيمة للإقراض البنية التحتية للبنك والبنية البشرية للبنك اليوم تعتبر فاعلة جدا وسريعة جدا العملاء أيضا العميل تراه أنه يجي يقدم على بنك التنمية الاجتماعية يفرق معه أنه يقدم على X-Fintec الموجود الفنتك كلها مرحلة التكون اليوم ما بعد يعني وصلت المرحلة الثقة زي البنوك التجارية هذا جانب الجانب الثاني البنك الحمد لله بسبب بنية التحتية المودية صاره أصلا مشغل للبرامج يعني صاروا يسند لنا إحنا تشغيل البرامج البنك إحنا نشغل مبادرة التمويل غير المباشر اللي أسسها هيئة منشآت وبتوجيه ولي العهد وكان عناية كبيرة من معالي ماجد القصبي إحنا نشغل أيضا للإي جيمينج فند فوق المئتين مليون مشغلين كاملين لها إحنا وإحنا أيضا مشغلين لبرنامج تنمية تقنية المعلومات أيضا 200 مليون تقريبا حنا المكينة اللي تشغل هذه الأوتسورس بالنسبة لنا فكرة جيدة إذا كان فيها قيمة مضافة قيمة مضافة بالنسبة لنا شكرا لك شكرا لك أبو حمد أنا سعدت به الحوار الله يعافيك والله وبالتوفيق في دعم الناس الانتقان من الرعوية إلى التنمية إن شاء الله بس ما تفلسفنا كثير لا بالعكس أنا مستغل سقراط أي والله بالعكس تفلسف على راحتك الله يحييك أبو حمد الله يبارك فيك شكرا لك شكرا لكم شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاجها الحلقة وفي التحرير أنس الخليل فؤاد الهتلان في الإخراج الإبداعي ياسر ألغانم في إدارة التصوير ياسر كدشة مساعد إضاءة في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج غزانة هيثم هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيق